سيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله دعا إلى قطع الطريق أمام أي فتنة في المنطقة يسعى لها من يسمون شيوخا عبر فتاوى الذبح والنحر لكل من يخالفهم الرأي السياسي وأكد سماحة سيد نصر الله أن ما يجري على الساحة السورية معركة بين مشروعين وليس بين مذهبين لافتا إلى أن قتال الحزب في سوريا هدفه الدفاع عن سوريا ولبنان والمنطقة يا إخواني وأخواتي الجرحة اليوم جراحكم هي شهادة حية متواصلة أرادها الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأيام أيضا كما في كل المراحل السابقة أن تكون شهادة حية متواصلة لكل الأجيال الحاضرة والآتية شهادة على ماذا؟ على وقائع تاريخية على حقائق ميدانية على أحداث حصلت في الماضي القريب في التاريخ المعاصر بهذه التحية ابتدأ السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله كلمته بمناسبة يوم الجريح المقاوم التي أكد فيها أن المقاومة هي التي أسقطت كل مشاريع الاحتلال والهيمنة على المنطقة وحمة لبنان ودعا السيد حسن نصر الله جميع اللبنانيين إلى أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي توتر أو صدام محذرا من الشائعات التي تروج لها وسائل إعلام عن صواريخ تنطلق من بلدة عرسال على بلدات ومدن لبنانية أخرى بهدف إثارة الفتنة مشيرا أن مصدر هذه الصواريخ هو المجموعات المسلحة في سوريا أنا أؤكد لأهلنا أن الصواريخ اللي عم تنزل اللي نزلت على الهرمل وعلى بعلبك وعلى السرعين والنبشيت حتى الآن لم يكن مصدرها عرسال ولا بلدة عرسال وإنما مصدرها الجماعات المسلحة من داخل العراد السورية ونداء أيضا من حزب الله لكل العقلاء في بعلبك الهرمل وهم قصر جدا للعلماء للحكماء للوجهاء وفي خطوات بدأت أن يكون في جهد مكثف لقطع الطريق على أي مسعى خطر أو أي فتنة يمكن يحاول البعض أن ينقلها إلى المنطقة وأضاف السيد نصر الله أنه منذ بدء الأحداث في سوريا كان موقفنا السياسي واضحا وأخذنا قرارا بمواجهة المشروع الذي يستهدف المنطقة وتداعيته على جميع الدول وشعوب المنطقة وإن قاتلنا في موقع ما فنحن ندافع عن سوريا ولبنان وعن شعبهما العالم جاي عم بيقاتل بسوريا عم بيقاتل هذا النظام وهذا الجزء من الشعب السوري العالم جاي عم بيقاتل بأمواله بفلوسه بسلاحه بإعلامه حتى هاي كذب التسليح المعارضة ما ماشي التسليح من زمان طيب طلعنا نحن هيك واضح في ناس وبعد مضي ما يقارب العامين او ما يزيد على عامين هن مصرين مكملين بهال معركة لو بدت تدمر سوريا ويندبح الشعب السوري المهم ان يسقط هذا النظام وان يتغير موقع سوريا السياسي والاقليمي ويرت البديل بده يجي نظام سياسي نظام البديل البديل والفرضى البديل هو حكم هذه الجماعات التي تنحر وتذبح وتقتل وا 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 الى اخير واوضح الامين العام لحزب الله ان الخلافة في سوريا بين محورين وليس بين مذهبين ونحن مستعدون لتحمل كل تبعات موقفنا حيال سوريا وكل التهديدات لنا بوضع حزبنا على قائمة الارهاب لن تغير من ثبات موقفنا اسقاط هذا المشروع الخطير جدا جدا على اوطاننا وعلى مقدساتنا وعلى شعوبنا هو اضخم بكثير من اي تضحيات يمكن ان تقدم لما بدك تواجه مشروع جايعا بيهدد المنطقة ومنه لبنان والعايش بلبنان والناس بلبنان كل الناس بلبنان اسألوا سمحت الشيخ البوطي والمصلين في مسجد الايمان اسألوا العلماء السوريين اللي قتلوا بسبب موقفهم السياسي او بسبب احيانا سكوتهم السياسي انه ما ايدوا الجماعات المسلحة كما اكد السيد نصر الله ان بعض وسائل الاعلام العربية عملت خلال تغطيتها لاحداث القصير على بث النعرات الطائفية والمذهبية وتحريض الشارع العربي